الحمد لله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبائي في الله مع كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي نعيش بمشيئة الله مع ترجبة عالم وهو في عداد التابعين وهو بكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني قال عنه الإمام الذهبي بن عمر الإمام القدوة الواعظ الحجة أبو عبد الله المزني البصري أحد الأعلام انظر ماذا قال الواعظ ما معنى الواعظ؟ ما معنى الواعظ؟ الذي يورد القصص ويكلم على هاته؟ الواعظ هو الذي يذكرك بما تعلم فيحرك عندك ما في قلبك من بذرة خير ويجعلك تقبل على طاعة الله عز وجل والواعظ الناجح هو الذي يربط الناس بالتوحيد أكثر من القصص ومن عذاب القبر فذكر عذاب القبر مطلوب وذكر القصص مطلوب ولكن أن يحرك ما بداخلك من تعظيم لرب العالمين ومن إقبال على الله ومن ثقة بالله ومن يقين بالله فهذا أفضل أنواع الواعظين قال حدث عن المغيرة ابن شعبة وابن عباس وابن عمر وأنس ابن مالك إذن روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فإنه يعد من التابعين فإنه يعد من التابعين قال محمد بن سعد الكاتب وهو الشهير بطبقات ابن سعد قال كان بكر المزني ثبتاً ثبتاً كثير الحديث حجة حجة فقيهاً انظر ماذا جمع بكر بن عبد الله المزني من صفات فلو فلو وجد فيه صفة واحدة فقط لكفته فكيف وإذا به يجمع عدة صفات من صفات العلماء واحد ثقة 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 عالم يقبل خبره ولا يترك وهم فهذا عالم لكنه أعلى من ذلك ثقة كان ثقة ثبتاً وها عند التأكيد بمثل هذه الأوصاف فيكون درجة أعلى من فقط ثقة وبالتالي من أعلى درجات العلماء ثم قال كثير الحديث حجة فقيهاً فانظر كيف جمع بين علم الحديث وبين الفقه في دين الله جل في علا قال عبد الله ابنه قال عبد الله بن بكر أخبرتني أختي قالت كان أبوك قد جعل على نفسه أن لا يسمع رجلين يتنازعان في القدر إلا قام فصلى ركعتين انظر أخذ على نفسه أنه إذا وجد من يتنازع في القدر يقوم فيصلي ركعتين بداية ما معنى يتنازع في القدر ما معنى يتنازع في القدر نعم يتجادلان في موضوع القدر لأن هناك من خرجت فرقة تنسب نفسها للإسلام وهم مسلمون لكنهم على ضلال في هذه الجهة كانوا يقولون لا قدر والأمر أنف وهناك من تصدى لهم وحتى القدر فيما بينهم اختلفوا وتناقشوا فبكر كان إذا وجد ورأى مثل هذا الشيء ماذا يفعل يترك المجلس ويقوم فيصلي ركعتين لما يصلي ركعتين لما يصلي ركعتين يصلي ليطهر قلبه واحد كما قال أخونا من الشبه اثنين من الإثم ثلاث من توبة إلى الله عز وجل أنه أبتلي بمثل هؤلاء القوم فهذا إن دل دل على شيء في بلده ماذا يدل أحسنت على انتشار القدرية في بلده وقد يبتل العالم وهو صاحب سنة لكن يعيش في بلد منتشر فيها البدع فماذا دوره أن يثبت على السنة اثنين أن يعمل على نشر السنة ثلاث أن يصبر على الأذى الذي سيلحقه بنشر السنة ولن ننسى شيخنا الألباني رحمة الله عليه عندما نشأ في بيئة في مسجده وفي حيه وفي مدينته وفي بلده لا توجد السنة فبدأ رحمه الله يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وانظر وانظر ماذا يحتاج الأمر واحد إلى توفيق الله جل فيه اثنين إلى علم كثير حتى يقنع الذي أمامه ثلاث إلى صبر على الأذى الذي سيلحقه بسبب دعوته إلى السنة وكان منه رحمه الله أن أدى هذه الأشياء فطلب التوفيق من الله وأقبل على العلم إقبالا شهد له الجميع بحرصه على وقته وعلى التفقه الدين ثلاث كان لا يقصر إلا بما يعتريه البشر من دعوة إلى السنة من دعوة إلى الكتاب والسنة الصحيحة حتى أكرمه الله واستجاب عدد كبير من أهل بلده وحيه وبلده ومدينته فأقبلوا على السنة إذن الأمر ليس سهلا فهذا ما حدث مع بكر بن عبد الله المزني قال الزهبي قلت هذا يدل على أن البصرة كانت تغلي في ذلك الوقت بالقدر كانت تغلي أي انتشر فيها من يقول لا قدر والأمر أنف انظر إلى هذه العبارات من بكر من عبد الله المزني ماذا قال قال ابنه يروي قال عبد الله بن بكر سمعت إنسانا وهذا من فضل الله على بكر أن رزقه الله ابنا ينشر علمه ويأتي بأشياء لا يطلع عليها إلا المقربون كما قبل قليل نقل خبرا عنه عن طريق أخته فلو كان تلميذا عند بكر ربما لم يصل إلى ابنة بكر لكن هذا تلميذ هو ابنه فانظر من فضل الله عليك أن يكرمك الله بابن ينقل علمك لكن هذا يحتاج إلى بعد فضل الله إلى تعب فلذا كثير من الآباء لا يتعبون تعال يا ابني معي على الدرس بديش ابراحتك يا تعال يا ابني على المسجد بديش ابراحتك يا ابني ما شاء الله لا احنا ما منغصفه دادي دادي برا شو دادي دادي هذه فرائض يقبل على المسجد لا تنمي الليل حتى يقبل ابنك على المساجد وعلى حلق العلم لو مرة في الأسبوع كان مقصرا فإذا انظر إخواني في الله إلى حال الأباء كيف يزهدون في تربية أبنائهم فتجده يشهد المساجد ولكن أين أولاده ولا حول ولا قوة إلا بالله فماذا قال ابنه عبد الله قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة بكر كان في الحج وطبعا أعظم ركن من أركان الحج ماذا عرفة أعظم ركن وليس هو الوحيد فهو واقف بعرفة والناس ترجو من الله المغفر والرحمة فماذا قال قال لولا أني فيهم لولا أني مع الحجاج في هذه السنة لقلت قد غفر لهم يعني يتهمين نفسه يعني أنا سبب قد أكون سبب عدم حصول الجميع المغفرة يخاف على نفسه مش وين والله كنت في الحج اللهم بارك يعني رجعت كرت أبيض كما نسمع من بعض العوام شو كرت أبيض هو سيارة رجعت كرت أبيض إيه قل رجعت من الحج عاد كيوم ولدت أمه وهو نص أركان الحج مش يسويها وطول الحج هو يتصور رحت على منها في اليوم الثامن لا والله وين رمي صليت الفجر في المزدلفة لا والله صلي الفجر يا رجل طفلت اليوم العاشر لا والله من رمي أكذب عليك أكذب عليك أقولك طفلت أكذب عليك أقولك صليت الفجر المزدلفة أكذب عليك أقولك حجيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهكذا هو الحال هو يخشى على نفسه وهو إمام في الثبات على السنة وفيما نحسبه على تقوى الله وفي اتباع السنة في الحج ومع ذلك يخشى أن لا يغفر الله له وهذه الخشية سببت له ماذا إقبالا على طاعة الله لما لأن الشيطان من أساليبه أنك إذا أطعت الله نفخ فيك الآن هو يريد أن يبعدك عن الطاعة ويز لكنك إذا فلت منه إذا هربت منه وأديت الطاعة فيأتي الآن وينفخ فيك أنت الآن حجيت معناته لو عصيت الله عز وجل بعد ذلك شو ما قاله مو سهله وأنت إيه حجيت ما أنت صليت الفجر اليوم في المسجد شو المشكلة لو أطلقت بصرك على النسوان أو احضرت لك فيلم يا ذو بالله ها ببلش ينفخ فيك لا بكر العكس كلما ازداد طاعة لله ازداد خشية لله وازداد تهمة لنفسه تنبه إلى هذا الفخ وين رايح رايح والله فيه معصي يريد ارتكب يا رجل ما صلينا الفجر في الجامعة وقرأنا قرآن وحذرنا دار الآن بدنا نروحيس نرتكب معصي يا ذو بالله هذا ما زلنا نسمعه لغاية الآن وين رأي والله كنت في الحج وبعد الحج بدأ سافر على البلد الفلانية بدنا نغير جو يعني بنفخ فيه الشيطان ينفخ فيه الشيطان شو انت والله احفظت كتاب الله احسنت لان ايش بداخد لي قرد من البنك يا رجل هيك يعني هي كبيرة صاح يعني وانا صرت مجرم لكن انا ايش احفظت كتاب الله يبدأ ينفخ فيه يسهل له ايش المعاصي شو لا والله انا قاطع يا رحم ايه لي خمس عمام بزور اربع لك الخامس شو ماله ما بزوره هيك بصير قاطع يا رحم يا رجل اه بس ما انا حفظ القرآن يعني لا يدخل الجنة قاطع يا رحم تنبه تنبه ايش معنى هذا الكلام قال ابو هلال عن غالب القطان عن بكر انه لما ذهب به للقضاء يعني استدعوه حتى يصير ايش قاضي اتصور انت تستدعوه تصير قاضي لا تنزلها على الفيسبوك وتنزلها على تويتر وتوزي حلويات وثلاثة ايام لا القريب بتاعتك نايمة ولا ولا انت بخلي حدا ينام وكذر ما انت ايه فرحان صرت ايه قاضي بايدك الحبس شو ماليش واقف فيك حط اسبوع سجن اقول له صلاحيات اقول له صلاحيات مرة براجع فيه بحكمة وانا شاهد فاذا دخلت على القاضي فاذا هي قاضية امرأة ايه فهي بتسعلني بجاولة بتقول لي اسمع اوف 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 بستبعدك من الشهادة كما تستبعديني هنا جات الحالة على الشهادة فعجلي طبعا انا بسترجع كيلها خل ما استبعدك طب ما تستبعديني يعني لا خوفتيني والله اذا الشاهد جاي تخوفه كيف لو اني مدهم هذا لا حبثين على طول الله يرضى عليك وياه ايه لك اذا حائض وبطنها بوجع وظهرها بوجع اعدام يبدل على طول الله انا بتموت بطني بوجع وظهري بوجع اعدام لا حوله ولا قوة يا جمع اجل الجلسة اليومين ثلاثة بينما المرأة اعطوها ربال اعطوها ايش يخفف وجع بطنها لا يفلحوا قوم ولوا امره امرأة لا حوله ولا قوة بالله ما تفتحوا لنا موضوع القضاء هو هل الله يسامحوا الامام الذهبي جميلنا قصة فدعي باكر الى القضاء فعندما دعي للقضاء فحكل المسؤول قالوا اني سأخبرك عني احنا قلنا باكر ايش حافظ ثقة فقيه امام قالوا تفضل تكسي القاضي قالوا اريد ان اخبرك عني قالوا تفضل شو تك تخبر قال اني لا علم لي والله بالقضاء والله حلف له لان هنا الحلف للحاجة فإن كنت صادقا فما ينبغي لك ان تستعملني وإن كنت كاذبا اذا انا حلفت كذب فلا تولي كاذبا يعني وقع اللي قدامه شو بدو عينه هسا ثمت الكلام وقل والله لا علم لي بالقضاء لا علم لك بالقضاء فإن كنت صادقا فلا يجوز لك انك ايش تعيني وإن كنت كاذبا لا يجوز لك انك تعيني برضو لانه انا كذب كانوا يهربون من القضاء ليش قاضياني في النار وقاضي في الجنة همر مخيف يا جماعة تيجيش في المشايخ وخصوصا اهل العلم تستجاه تستجاه دير بالك فالحل انك تتعامل باحترام مع المشايخ عشانك اول ايشي جاي تحكي على المشايخ وتساوي نكت عليهم على الفيسبوك وتساوي سخريات وكاركاتير على اهل الديانة والانستقامة واحد فيهم يدي عليك شوف شو بصير فيك فهذا بكر كان مجاب الدعوة وكتب ابن ابن الدنيا كتابا سما مجاب الدعوة ذكر الاثار عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين من اذا دعا استجاب الله له مباشرة سبحانه وتعالى مع ان الدعاء قد يستجاب بالحال وقد يؤجر الى يوم القيامة وقد يصرف عنك من الشر ما شاء الله لكن هناك اصناف اذا دعوا استجاب الله له في الحال مجاب الدعوة وكان من بينهم بكر بن عبد الله المزني البصري فلا تيجي الله يرضى عليك مين في المشايخ اهل الديانة والاستقامة اهل العلم طيب قال مؤمل بن اسماعيل ما تبكر بن عبد الله سنة ست ومئة سنة ست ومئة قال سمية بكر بن عبد الله يقول يوم الجمعة لو قيل لي يقول يوم الجمعة ما هو في خطبة جمعة هل هو يقول فيه درس هل يقول لو قيل لي خذ بيدي خيري اهل المسجد يعني اختار افضل واحد في المسجد كيف بده يختاره انت شو بتتوقع لو قيل لك اختر افضل واحد في المسجد هل تعلم الغيب انت اصلا وهل بكر يعلم الغيب اذا له بالظاهر فبالتالي كيف سينتقي من سينتقي انظر خذ بيدي خيري اهل المسجد لقل تدلوني على انصحهم لعامتهم دلوني على الذي ينصح الناس ويعلم الناس ويدرس الناس لوجه الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ما في احسن منهك وان من في السماوات ومن في الارض حتى النملة في جهرها حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون الامي لمعلم الناس الخير انت ما تتصور الاجر اللي ممكن اتحصله اذا علمت الناس فقط علمت الناس الخير ما بيستاهل هذا الاجر انك تسهر في الليالي وانت تقرأ ما بيستاهل انه اوقاتك كله في مجالسة العلماء والسماء للعلماء عشان تصل لهاي المرحلة فاذا هكذا اختار بكر بن عبد الله المزني انه افضل شخص في المسجد هو من يعلم الناس الخير ينصحهم فبالتالي لو علمك احدهم مسألة لابد ان تبقى تقر له بالتوقير والاحترام الى الممات بسبب مسألة واحدة فكيف لو علمك مسائل ودروس وانت تحظى وينبهك ويبصرك ويرشدك بذا قال الشافع الحر من راعى ود لحظة او افادة لفظة هذا هو الاشي الحر اذا تنبه قال ولو ان مناديا نادى من السماء انه لا يدخل الجنة منكم الا رجل واحد وان مناديا نادى من السماء لا يدخل الجنة منكم الا رجل واحد قال لكان ينبغي لكل انسان اليلتمس ان يكون هو يعني انك تأمل انك تكون هذا الشخص الشخص والعكس لو ان مناديا نادى ان واحدا سيدخل النار والجميع الى الجنة فينبغي لك ان تخاف ان تكون انت الذي سيدخل النار فاذا اخواني في الله هذه ترجمة مختصرة لبكر بن عبد الله المزني ننتقل الى عالم اخر وهو خالد بن معدان فانت ما بصير ما تعرف العلماء خالد بن معدان وينبغي لنا ان نعلم اولادنا اسماء العلماء خالد بن معدان مش حافظ لي بتعيني الكرة تيجي بتقول لابنك اذكر لي عشر اسماء لعيبة كرة بقول لابن عشرة شو عشرة يا ابو شو انت بتستقل فيه خالد لك خمسين ستين واحد مية بتدخل من اي بلد يا ابو وقسم لك عالطبقات ايه طبقات العلماء ان شاء الله هذا قلبها الامام مسلم كتب كتاب الطبقات ولا ابن سعد على مي ما سوى على لعبة الكرة هذا هي مصيبة تدخل في قلوب الابناء انظر الى اولادك ما النجومهم ما النجومهم فخالد بن معدان ليش ما بتعرفش خالد ما بتعرف خالد خالد بالمعداء مش بتقول لي خالد جاركو هذا الله خالد بالمعدان ابنه ابي كرب الامام شيخ واهل الشام شيخ واهل الشام ابو عبد الله الكلاعي الحمصي من حمص حمص اخرجت علماء والشام اخرجت علماء قال الذهبي وهو معدود في ائمة الفقه ليس فقيها فقط بل هو امام من ائمة الفقه مين هذا خالد بن معدان واللي بيحكيه لكو سوفيان ركز يا نعسان خليك يتظلك مع اي اقضان ما ارضى عليك واللي عطشان طيب خلينا قال ان خالد بن معدان قال ادركت سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ادركت سبعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ننظر عندما تعايش العلماء وتعايش الصحابة كيف ستتنوع بك المعرفة والعلم والاخلاق فهذا تأخذ منه الزهد وذاك تأخذ منه الحرص على العلم وذاك تأخذ منه الاقبال على العبادة وذاك الاكثار من الصيام تنوع تأخذ من كل واحد ما فيه من خيرات قال ايضا كتب الوليد الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين كتب الوليد الى خالد بن معدان في مسألة سؤال لمين خالد بن معدان مع انه خالد بن معدان ليس موظفا عنده هو عالم يدرس الناس فكتب له مسألة فاجابه فيها خالد فحمل القضاة على قوله كل القضاء اللي في الدولة لابد ان تأخذ بقول مين خالد بن معدان في هذه المسألة اذا من ائمة الفقه ام لا لا شك قال كان خالد بن معدان اذا قعد لم يقدر احد منهم ايش يذكر الدنيا عنده هيبة له انظر الى من تجالس وانظر من يتجرع على الكلام في الدنيا امامك اذا جلست معه طلعت الاسعار نزلت الاسعار بيعنا اشترينا رحنا البنزين الديزل كل كلامه عن ايش عن الدنيا واذا جيت قعدت محماتك افلاني اطلقت افلاني اتجوزت افلاني ولدت افلاني ابن عن طهر افلاني الموضي عالي شو حماتي ايش شايفتني عائش هم المؤمنين هذا وكل اناء بما فيه ينضح خالد من معدان اذا من جلس معه لا يذكر الدنيا ما لا يريد شي عن الدنيا شو بدك تحكي لي عن الدنيا خليلك اياها وهذا يذكرنا بالشيخ محمد الامين الشنقيطي الذي كان لا يحب ان يتعلم شيئا عن الدنيا حتى قيل ومنهم من اثبتها القصة ومنهم من شكك فيها لكن المعنى يليق بهذا العالم قال كان لا يميز بين فئات العملة يعني اعطيه دينار وخمسة وعشرة وعشرين في عملتنا وشلن وبريز ونص ليرة وربع ليرة لا يميز بين فئات العملة كل تفكيره بايش بالعلم بتقوى الله بالاخرة بمرضات الله بيش حضرتك بيحكي معك فلان الفلاني معاي شهادات لنت فاهم دين ولنت فاهم ايش دنيا وحمل لي شهادات لكنك شوف فارغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فاذا هذا هو حال خالد بن معدان لا يجرؤ احد اذا جلس معه ان يتكلم عن ايه عن امر الدنيا يتكلم عن امر الدنيا ما بده هذا الكلام قال ابو اسامة كان الثوري ارجعنا للثوري كان الثوري اذا جلسنا معه انما يسمع الموت الموت بظل السوفيان الثوري يخوف التلميذ بايه بالموت فحدثنا عن ثور عن خالد بن معدان قال انظر ما هذا قال خالد بن معدان لو كان الموت علما شوف حب للعلم لو كان الموت علما يستبق يستبق اليه ما سبقني احد يعني لو قيل لك سوف تتعلم وبعد ما تتعلم ايش تموت ما سبقني احد الا ان يسبقني رجل بفضل قوة انظر هذا الفضل لحب ايش حب العلم تم نقول لك في عندنا درس اول كلمة في واحد يوصلني في واحد يرجعني وين الدرس عن ايش الموضوع امام ما شاء الله بتنمواضية عبتونا جماعة عبتونا نحضر الناسبوعين عندك بعدين نشوف النا واحد ثاني نرجع لك بعد شهرين راح لهم من اهم اسباب النجاح في العلم الثبات قال فما زال الثور يحب خالد بن معدان منذ بلغه هذا عنه عندما رأاه انه سيموت مقابل تحصيل العلم علم الدين علم الكتاب والسنة بعض الناس يسافر خارج البلد من اجل علم الدنيا قال لك برجع مهندس برجع طبيب ولا حول ولا قوة الا بالله ولو قيل له هاجر خارج البلد لكي تتعلم الكتاب والسنة قال لك شو بتحكي احنا دروس عنا في الحارة شو مالا مش حاضرين واذا حضرنا من شوش على الشيخ ولا حول ولا قوة الا بالله قال الاوزاعي بلغني عن خالد بن معدان انه كان يقول اكل وحمد خير من اكل وصمت قال انظر هاي الملاحظة المهمة جدا يا جماعة انتبهولها انتبهولها لو ما استفدت من الدرس الا هاي الملاحظة لكفاك من كلام خالد بن معدان انظر قال خالد بن معدان اذا فتح احدكم باب خير طبعا ربما اذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع اليه ليش فانه لا يدري متى يغلق عنه متى اتيح لك باب طاعات اغتنمها لانك لاحقا ربما لا تستطيع ان تطبق هذا الان صح لك تحضر سبع دروس في الاسبوع بكرة بجوز ايش ما يصح لك فاياك ان تضيع هذه الدروس وتيح لك ان تذهب الى الحج لا تضيع بكرة بصير بدك تروح الى الحج وما بتعرف وتيح لك الان تذهب للعمرة العمرة مئة وثمانين دينار معلينين عنها بكرة بصير تقول بدك اروح عمرة بس ما عندي وقت ما عندي مال يا جماعة استيقظوا من سباتكم من فتح له بابه خير فليسار عليه ليثبت عليه صح لك ييجي الشيخ يعطيك درس في منطقتك وبتترك الدرس كيف لو قلنا اقطع لك 200 كيلو عشان تحضر الدرس شو بدك تساوي ولا حول ولا قوة الا بالله قال ايضا العين مال العين عينيك ذول ايش مال يعني رزق والنفس مال وخير مال العبد من تفع به وابتذله او من تفع به وابتذله انتبه انتبه شو بقصد الكلام يا ريتك تساعدوني شو بقصد بالكلام خالد بن معدان شو بقصد يا ريتك تنتبهوا الله يزيق الخير قال العين ايش مال والنفس مال وخير مال العبد من تفع به وابتذله ماذا يقصد خالد بن معدان عين مال والنفس مال استغلال العين في طاعة الله نعم احسن انك هذه النعم التي عندك اذا لم تستغلها في طاعة الله فهي وبال عليك انظر عينيك وين رايحات الخلوي جيت على طالب علم وين فاتح ليش بلعب على الخلوي شو عاد قال لي والله زهجان زهجان اقبل على طاعة الله تنبه اخواني في الله قال وشر اموالك ما لا تراه ولا يراك طبعا هاي ايش وشر اموالك ما لا تراه ولا يراك شو انتبه ايش هاي والله ما انتو بركزين تبهوا يا حبايب انه بعض الناس عنده مال كثير لكن لا يراه ليش لا يراه همسكر عليه حاطه في البنك في زماننا وخيره لمن قال وحسابه عليك ونفعه لغيرك انت ليش بتوفر عشان ولادك طيب هذا ولادك بكرة رح يتمتعوا ولن تجد من يتصدق عنك قل له هفوردك بير عن ابوكم خمس ستة الاف دينار ولك نعم ما هي البير ابو المتين ليرة خمسمائة ليرة بحط لك مضخة شهرين زمن ولا هو ناشف هذا ما سويته عن ايفا سويت له بير وحط لك قارما بير عن فلان الفلاني وعن ابوي وهن كلين ايش خمس ستمائة ليرة شهرين اقول له ايش البير ناشف فضي صعبوه ولا حول ولا قوة الا بالله قال يزيد بن هارون مات خالد من معدان وهو صائم علامات حصن الخاتمة قال الهيثم والمدائني وابن مائين والفلاس وعدة مات خالد من معدان سلطة ثلاث ومئة نستريح اخواني في الله ونكمل ان شاء الله ترجمة واهب من منبئ والله الهادي والموفق وجزاكم الله خيرا وصلى الله وبرك على محمد وعلى الله وصحبه